أمهلا رشا راح نحكي عن موضوع بهمك بالأول بعدين بهمني بعدين بهمك كل الأمهات أمهات الشعب الصوري كله أكيد كل حدا عنده طفل كيف منقدر نستثمر وقته بفصل الصي كيف منقدر نبني جسم صحي وسليم وبنفس الوقت ممكن بعض الأوقات نكتشف مواهب كتير حلوة عند أطفالنا ما نكون منتبهين عليها أو حتى ننمي هاي المواهب بطريقة صحة نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الكوتش محمود زيدان المدير التنفيذي لأكاديمية رياضية وطبعا أول شي بدنا نهني للكوتش على الترخيص الذهبي صباح الخير كوتش سيد لي صباح كون سيد صباح أهلا وسهلا صباح نشاط ورياضة هيك حيوية على طول يوم عم نحكي عن الطفل بحاجة أنه نحن ندعمه بمواهبه وان كان الرياضية وان كان أحيانا بكون عنده مواهب فنية ومواهب علمية وأيضا رياضية يوم جنباز بالي جيم كرة تسلي كتير من الأنواع الرياضية ولكن كل طفل عنده اتجاه معين ممكن يكون موهوب بالسباحة ولكن هو مثلا كرة سلي غير موهوب اليوم كيف نحن قادرين نحدد اليوم اتجاه طفلنا لنقدر نرجوه بالشكل الصحيح هلأ أول الشيء لحنا كأكاديمية لحنا بأكاديمية الأبتونج ناخد الطفل من أول أمره خمس سنين ل 16 سنة بها الأكاديمية هي الأكاديمية بتتألف من عدة نشاطات فيها الجنباز، البالي، السباحة، القدم، السلي، الكيك بوكسين، كيك وندو هلأ بمرور الصيف كله بيجي إقبال لهالأكاديمية وبناقض الأطفال لحنا بنشوف كل واحد شو موهبته، وين يقوله بفترة الصيف بعدين نختار له لحنا النشاط اللي بياخده هو وبيروح فيه بعد النمو تبعه طول فترة الصيف اللي بياخده هو بقى لحنا بهذا الأكاديمية لحنا أول الشيء الأكاديمية هي صلة تقريبا شيء ست سنين كان بنشكر الاتحاد العربي السوري على ترخيص هالأكاديمية تعطانا مجال لحنا صلنا ثلاث أربعة سنين عم نشتغل على هذا الموضوع مشان نرخص ترخيص الزهبي نخدم فيها الأطفال للمواهب كلها لحنا بقرة القدم والسلة رخصنا قرة قدم والقرة سلة وهلا لحنا عنا نفس الألعاب الكيكويند والكيكبوكسين هذا عنا أطفال كمان بيشاركوا ببطولات ضمن نظام الاتحاد العربي السوري وبقى لحنا بهذا الموضوع كله ياتو كنا لحنا الهدف الوحيد هوين لأنه له الأطفال اللي كانت ما عم تحقق مواهبة وتاخد فرصة بالنديا كله ياتون بقى لحنا قرر الاتحاد أنه يعمل شيء للاكاديميات يعطي فرص للولاد اللي كلنا عم تاخد فرصة مواهبة بعمر العمر المحدد له وهذا الشرط الأساسي اليوم لتصنع بطل بطل تمام هلا لحنا بنفس هذا الوقت هو اللاعب كان ياخد هدفه أنه يروح وكان عن نادي ما يقدر مثلا أنه يلعبه وياخد فرص طوادة بقى اختار الاتحاد أنه ينظم بطولات للأكاديميات يرخص للأكاديميات أنه يقدر الطفل يشارك بالدوري حتى بدوري أكاديميات بالدوري والبطولات الخارجية والداخلية كلها صار ينافس الأكاديمية صارت تنافس الأندية مشان كل طفل له مواهبة وهذا ما يروح فرصة لأنه نحن كان بالنظام عندنا الدوري السوري أو الأندية السورية تأخذ عدد مهيئ من الأطفال أنه 20-30 لعب طيب فيه أكثر من 50-60 لعب ما يأخذوا فرصتهم الاتحاد أعطى فرصة لهذه الأكاديميات تشتغل على هالأطفال وعلى هالمواهب أنه تصير كمان هي تستقطب هدون المواهب وتعطيهم فرصة كمان يشاركوا مثل حكايتهم وهذا يعني هلأ مثل من عشر تيام بشكر الاتحاد كمان أنه عمل بطولات للبراعي للأطفال صارت تتنافس مع بعضه في بطولة عيونك يا شام في بطولة الفئات العمرية البراعي صار هلأ اللاعب الأكاديمي يشارك بهذه البطولات وينافس مع هالأطفال حتى يمكن أحساس اللاعب كوتش إذا ما بنا نقول من عمر صغير من عمر أكبر شوي أنه أنا اليوم بأكاديمية قدام مسؤولية عندي بطولة إن كان محلية أو حتى دولية هذا الشيء يمكن بده شغل أكتر ومسؤولية أكتر إن كان من الكوتش وإن كان من اللاعب تمام هلأ لحنا بهذا المجال هو وقت نقول أكاديمي معنات الأكاديمية بده تكون على عائلة مستوى بدي يكون الكادر كله يأتوا الإداري الفني كله يأتوا على عائلة مستوى المدربين الشهادات المدربين الأطفال بدي يدربوا الأطفال وهذا بدي يكونوا كله على عائلة مستوى مشان أنت تنجحين أنت اليوم عم تنشئ جيل صغير بدك تعلمين من الصفر كيف هو تحضير لعب يكون أو لبطولات أو لمنافسات أو لمشاركات أو هذا بقى لحنا اليوم بهذا الأكاديمية الحمد لله عنا كادر على عائلة مستوى وكان مدربين وكان إداريين وكان فنيين بالأكاديمية لحنا عم نشجع للأولاد قلت لك هلأ صار وقت الجد لحنا كنا ثلاث أربع سنين موعودين بكرة بتخلوا أنتوا مالكون هذا ما عم تشاركوا هلأ الحمد لله تسبتت على الأرض الواقع عم نطالع على جيل كتير بطير العالم يعني سوريا مليئة مواهب والحلو والمميز أنه عم نشوف نحن أعمار صغيرة نبدأ معها من بكير بتكمل هاي الموهبة وبتكبره وبتنمع يعني نحن منا عم ننتظر الطفل لحتى يكون بالغ مثلا عمره 17 أو 15 وحتى نقول له خلينا نعلمك من الصفر تمام هلأ لحنا لازم لحنا لازم نحن الطفل هو بالأمر السبع سنين ثماني سنين لازم يبدأ يتعلمين بكل قواعد الأساسيات اللي عم كانت قدم أو سلة أو سباحة أو جنباز لحتى يكون هو الشخصية يكون فيها يطلع موهبة أو بطل أو لا يشارك بأي بطولة فلحنا بهذا الشيء اللي اسمه أكاديمي نحن مأسسين بهذا الجيل وهذا صرنا ثلاثة أربع سنين عم نأسس على هذا الجيل يعني في عنا هلأ مواهب كتير صار لها معنا هي أربع سنين من الأكاديمية فهنا كان أمره سبعة أثنين سنين هلأ أمره تناشر سنين من أهم اللي قطعت مرحلة يعني صار هو الطفل صار متشجع كتير أنه أنا صرت هلأ أشباك رح شارك ببطولة يعني الشيء اللي كان عم يحلم فيه هلأ حققه هو وقلت لك في عنا عدة مواهب على الأرض ومبينت من أسماء كتيرة يعني كانت كأطفال هي يعني مثلا في عنا أكتر من طفل علي البنيك وصي قصار محمد الشويكي يعني أكتر من طفل أبدع هلأ ليشارك بالمقرار عم نشوف شوية من المقاطع كيف أجواء الأكاديمية خلينا نشوف طي حلول صار بدي روحة فرح لا تزيل أنا عم روح روحي معي رجل أيوة شايف من ورانا طيب كوتش عم نحكي اليوم عن أكاديمية بيكادر أكيد مؤهل ومدرب ليمشي مع هذا الطفل خطوة بخطوة اليوم نحن أبدا من وبيناقصنا شي لنهيئ هذا الطفل سوى التدريب والاهتمام من الصغر خلينا حكي عن فترة التدريب اليوم شو عم تقدموا بفترة التدريب وكل طفل بتميز عن طفل تاني إن كان بالمهارة وإن كان بنوع الغياضة تمام هلأ هي سياسة التدريب وقواعد التدريب إحنا عنا فئات عمرية في عنا أطفال إحنا أعمارها من السبع سنين للتسع سنين إلى هي كمان فترة تحضيرية كتمرين في عنا من تسع للإداعش وفي عنا من الإداعش للطماء كل موليد إلو اختصاص إلو تدريب خاص إلو على هوا المستوى الجرعة التدريبية تابعه كل طفل حسب من الصغر إلو جرعاته التدريبية بيأخذ فترات إلو تمارينه إلو الخاصة يعني في أكتر من شي يعني الكادر الفني هو برنامج اللي احنا منحطه كامل لكل فئة إلى برنامجه شلون يأسس الولد شو الفترة شلون يلعب بالكرة قيمتا تقوية المهارة قيمتا تقوية السرعة وقيمتا نمو التكتيف يعني فيه كل فترة بفترة هو برنامج بنحط منهجي لسنة من الكادر الفني تبع المدربين وبتوزع للطلاب لأنه كل عمر نحن صيف شتيه طبعا صيف شتيه لأنه الأكاديمية تتعدد من أكتر من النشاطات سمكين بيختلف بكرة بالمدارس الطلاب البرنامج هيختلف كله تمام على برنامجنا نحن بالصيف هو يومي فيه بالمدارس بيكون هو جمعة وسبت ويوم بالأسبوع مشان الولد هلوات المدارس كمان نحن منشد أكتر يعني بالدراسة أنه على الطفل يكون هو عم يدرس إذا ما جاب نتائج منيحة وكل شيء كمان ما منعطيه الفرصة بدأي كونه هو اللاعب أول شيء دراسيا مهتم بعدين منهتم فيه بين فنيا وزهنيا واجتماعيا هلا الحكم لما نكتش أنه نحن لما منشوف هذا الكوتش ستارم منشوف هذا الكوتش الشخصيته كتير قوية أدي بيعلم الطفل أوقات الانضباط خاصة للأطفال يمكن اللي عندهم أوقات فرطشات أو الأطفال المشاغبين مثلنا نحن منقول فهون يمكن تتعاونوا كتير مع الأهل إن كان بتعديل سلوك أو حتى يمكن بيضبط الطفل وتعليمه النظام أدي بتركزوا على هاي النقطة كمان تمام هلا لحنا عنا بالأكاديمية في حالات كتير بتصير مثلا بس لحنا اليوم الكوتش هو أول الشي بدي يكون اجتماعي تاني شيء بيكون زهني بعدين بيكون فني على الطفل هلا أكيد بيجينا أطفال كتير الشيء بهذا العمر هو من الخمسة ست سنين للتسع سنين ما بيكون فيه هالوعي كتير بانضباط وقصاص أنه أنا بس جاهي بدي إلعاب بدي أعمل اللي احنا بقى فيه أسلوب هو بيكون من الكوتشات من الكاعدة الإدارة يحطوا على أيام التدريب والقصاص أنه أنت لازم اليوم تنفذ هيك تعمل هيك لتصير بطل فيه تشجيع بدي يكون هو من الكوتش للطفل أنه أنت إذا بتلتزم بتأخذ هذا النشاط إذا بتعمل هيك بتصل لهون وإذا لاحظتوا كوتش أنه الطفل مثلا عنده موهبة كتير مميزة ممكن أنتو تحكم مع الأهل وتنصحوهم بالاستمرار إن كان صيف شتي أو حتى ممكن بتنصحوهم أنه يدخلوا كمان ببعض البطولات أنه وقات الأهل ما كتير بينتبهوا على موهب أطفالهم تمام هلأ إحنا بهذا الشي اللي صار هلأ اليوم حصلنا على الترخيص الدهبي اليوم بالأكاديميات صار هلأ أول طفل متن ما كان حلم يروح يلعب بالوحدة وبالجيش وبالأندي ومنتخبزي هلأ صار نفس الشي الحلمة حقة تبعوه اليوم بيقدر عنا كمان هو هذا الطفل يشارك ويلعب بالدوري وبالأكاديميات وبطولات خارجية وكل شيء مثل النادي بأي موهبة اللي احنا منشوفها في عنا اللي احنا مثل كش شافين هنين بقلب الأكاديمي هو المدير الفني الكابتن محمد آدري بشكره كثير على الرئوة الفنية تبعوه في أطفال تير موهوبين لحنا هذون الأطفال الموهوبين بناخدهم في عنا لحنا منتخبات للأكاديمية يعني هي الأكاديمية في منتخب في منتخب تاني بعدين أكاديمية تدريب اللي بيجي مبتدئ كل منين موهبة اللي احنا منشوفه بيكان بأي موالي بيشوفه المدير الفني بيكون منهم منحطهم لحنا بمنتخب واحد بصيروا بيتدربوا كلهم وبنعطيه لحنا نفس منه جنعة تدريبية تبعوه وبيشارك بالبطولات الأولاد اللي الشي اللي عم يهدف له هو يحلم فيه عم يتحقق ضغريه هو لأنه من الشي اللي عم يقدمه هو بأرض الملعب ليصل للشي اللي بده يعني ترجمة بعد ما ذكرت حضرتك البطولات وبعد ما حصلتوا على الترخيص صار بإمكانكم نشاركوا بالبطولات المحلية والدولية لكافة الأعمار وأيضا لفريق السيدات شو مجالسين في شي بطولات جديدة شو شاركتو هلأ عنا تقريبا نحن شاركنا هلأ بطولة 2010-2011 براعم بكأس الجمهورية بعد منا بطولة العيونك يا شام كمان وهلأ عنا مشاركة شو كانت الرياضات رياضة معين هي كرة قدم هلأ إحنا الأكتريت اللعبة الشعبية الأولى بسوريا هي كرة القدم وتاني شي عنا السلة بالألعاب الفردية اللي احنا كتير كمان عنا بالكيكوندو والكيكبوكسين سي اللعبة الأساسية عنا كرة القدم عنا هلأ تقريبا شي ثلاث أربع مشاركات كمان هلأ عنا كمان مشاركة يعني أول مرة كمان أكاديمية بتدخل بالدوري الإنسوي عنا فريق بنات بتكون من 25 ناشئة ورح نشارك هلأ بالدوري بالسوري بـ 15-8 رح يصير بدمشق التجمع تبعه وفيه بالسويدة وفيه بالحسكة وفيه بحما هلن نداشر نادي لحنا الأكاديمية الوحدة فيها ورح تبدأ البطولة هي بـ 15-8 وتقريبا عنا هلأ كمان بطولة البراعم 2011-2012 كمان بدي نقوم منتخب دمشق في عنا إلون وفيه كمان هلأ يعني ليش عملك بشكر الاتحاد على الاهتمام هلأ الجديد كله بالبراعم والأطفال لكنا من أبن السنة الماضية ما كان فيه مشاركات ما كان فيه حافز للأطفال التي تشارك وتعمل هلأ برئاسة الاتحاد الجديد الاتحاد العربية سوية الكرد قام باستاذ صلاح رمضان مشكره كتير على النشاط اللي عم يساويه هلأ هو وعم يعطي فرص لهالأكاديميات أنه تشارك هي وتلعب ويطلع جين عن جد رح نشوف جين بطير العائل من هون الأول السنة بحاجة لتدعيم للمنتخبات إن كان البراعم الأشبال الناشئين والشباب والرجال إن شاء الله ونحن نتعباكم كوتش كمان خطوة بخطوة نحاول دائما نغطي هي البطولات ألف مبروك الترخيص يلي نحن اليوم كتير بحاجة خطوة لقدام بمجال الرياضة شكرا كتير لألك كوتش وكل التوفيق لألك شكرا كوتش لاحظوا ورأكم نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم هيك دائما بالمكان اللي انتوا عم تحلموا عم تطمحوا توصلوا لأيلو شكرا كتير لكم العظيمة في الخلاصة شكرا